تقدم الجيش الوطني في جنوب العاصمة الليبية دفع قطر للإجهار بموقفها دفاعا عن الجماعات المسلحة ومنها ما هو مصنف إرهابيا تصريحات تزامنت مع تحرك قطري نحو إيطاليا التي بدورها تهاجم الجيش الوطني وتتهم فرنسا بأنها أعطته الضوء الأخضر لدخول ترابلس قطر وفي تغريدة على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن وصف الجيش الوطني بالميليشيات واتهمه بعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الوطني على حد قوله وزير الخارجية القطري الذي زار إيطاليا دعا من هناك لفرض حظر على سلاح الجيش الوطني واطلبهم بالانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في الأونة الأخيرة وتنضي كل من قطر وتركيا وإيطاليا على ما يبدو في الاتجاه نفسه الرامي إلى مساندة حكومة الوفاق برئاسة فيز الثراج ودعم الجماعات المسلحة من جانب آخر أبدى المبروث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قلقه من حدوث قسام في مجلس الأمن حول الأزمة الليبية مع تفاقم الأوضاع وكشف سلامة عن تواصل البعثة الأممية مع الطرفين من أجل وقف إطلاق النار وحول تأجيل موعد الملتقى الوطني الجامع إلى أجل غير مسمى أوضح سلامة أنه اضطر لتأجيله لأسباب أخلاقية لأنه لا يمكن أن ينفذ الآن